السيد الصدر من بدأ ابتدأ القتال ابتدأ القتال ليش ما رأساً من ابتدأ القتال قال وقفوا هذا صار بأمر لأن أنا بالتحليل أن التيار الصدري كان مخطط هذا التحليل وليس معلومات مخطط خلال 24 ساعة هو يسيطر سيطرة كاملة ويعلن بيان رقم واحد لإعلان حكومة الطوارئ من قناة بغداد القناة العراقية لكنه لأن العملية طالت وأكو صارت مقاومة من قبل الأجنحة العسكرية التابعة لبعض الأحزاب داخل الخضراء مع العلم كل مكاتبها في العراق ما قاومت وانهجمت وتركت المواقع وصارت المقاومة والقتال داخل الخضراء فقط فهذا التأخير عن المدة التي قد يكون وعدوا بها السيد أن تحسم ربما هو اللي سبب التوقف لأن راح يصير استنزاف وصير دماء وهذا فعليه أنه الإعلان اللي صار الإعلان هذا كان اعتقد هو مخطط أن يتغير النظام ودليل لو تلاحظين تنظيم التيار الصدري في هذه الليلة أولا فتحت مواقع بالتليجرام رأسا ععداتهم 300 ألف أكثر رأسا تنظيم توجيهات منطقة بمنطقها كل واحد بواجبة المكاتب استهدفت بشكل عاجل وسريع ما أجت عشوائية كلها لتمت بالخضراء كل من راح في واجب يعني عملية منظمة دقيقة متعوب عليها مو الأمر جاي هي شكل يعني عشوائي أو بدون دراسة أو بدون كانت مرتبة ومنظمة لكنها ما اكتملت بالضمنة الـ 24 ساعة وربما ربما اجت نصيحة شرعية من داخل بس يا حقنة الدماء استاذ عامر هذا الهدوء باب السيد الصدر حقنة الدماء رجع الحياة إلى طبيعتها ببغداد نعم شلت الحركة في بغداد وانت شفتك شلت الحركة بس انت بس خلي في بالك لو العملية تمت قبل الواحد الظهرا اللي اعلن السيد إيقافها لو حسمت قبل هذا الوقت كان قطب كبير من أقطاب الفساد انتهب العراق قطب من أقطاب الفساد كان انتهب العراق لكن هاي العملية الآن الانسحاب رجع القطب الثاني رجع قوة لاحظوا في ليلة الأحداث المسلحة بالليل شنو قام يسوي الإطار قام يستنجد مستحدين للتفاوض نرجو من السيد مقتدل صدر التفاوض يعني شوفت الإطار شنو الإطار من يقوى التيار يستسلم ويتنازل من ينسحب التيار يتمادى وتعلى ثقوفه ويرجع اشتركوا في القناة